مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلو سي ام بتبقى عقبرا من ابداية وما تنسوا اشتركوا لايك الفيديو اشتركوا بالقناة مش تصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضاء المالي بالعاصمة تأجيل محاكمة 15 متهم بينهم اطار ديواني تورط في وضع اختام على وثائق تثبت خروج بذاعة من القيد الديواني بينما لم يتم ذلك فعليا مما ادى الى خسارة للدولة فاقت 12 مليار اسباب التأجيل تقدم محامي المتهمين بتلب الهات الدائرة الجنائية يطالبون فيها تأجيل المحاكمة للسماح لهم بالاتلاع على ملف القضية واعداد وسائل الدفاع استجابت هيئة الدائرة الجنائية لتلب محامي الدفاع وقامت بتأجيل المحاكمة الى الجلسة لاحقة شاء الله نكون متاولتش عليكم الكلمة اللي اخرى عندكم انتموا بتبعها لو كانت تحبوا تعالقوا في مخص الموضوع ذا وهكا نكونوا سنة الى نهاية الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة